أحياناً ينتقد عليها مرسي كولر التأخر في التغييرات النهاردة تغييرتين ميزة أصلا النهاردة كان يتميزة كان يتميزة بالنسبة له أنه هو اعتمد على التشكيلة واعتماده على التشكيلة وما لعبها ما خزرتهش وشوفنا كل اللعبة قدت الأدوار اللي عليها كم معادة السولية بس اللي كان بداية شرطة تانية تراجع بعض الشيء في المستوى خاصة على النوحي البدنية السولية ممكن استنفذ في الشرط الأول قد بشكل جيد وكان عنده فرصة كبيرة أن يسجل هدف الأول لنادي الأهلي لكن ما تعملش معها بأفضل ما يكون لكن إصرار كولر أنه هو يعتمد على نفس اللعيبة اللي بدأ بها المباراة أنه هو شايف في الملعب وإحنا كلنا كنا شايفين النادي الأهلي بيقدر أنه يخلق فرص بيقدر أنه يكمل في النواح الهجومية حتى على المستوى الدفاعي كان فيه نوع من أنواع التوازن فهو شايف أنه ما كانش عنده أنه هو الأفضلية أنه يغير في التوقيت ده لأنه واصق في اللعبته وسقطه كانت في محلها لأنه يقدر أن يسجل هدف والتاني وبعد كده بدأ النواح يغير من نوع من أنواع اللي أنا بدي متنفس جديد لأنه دي الأهلي في النواح الهجومية مش بغير وخلاص مش بغير بعشوائية يمكن تغييرت علي معلول كان التغييره التغيير بسبب الضرب المبالغ فيه اللي كان من لعبة مازمبي وضرب من غير كرة تغييرت عمر الصلاية ونزول إمام عشور عشان قطر يبقى عندك متنفس هجومي ولعب يقدر يعمل لك البوكس تبوكس وفي تحولاته لجومية خاصة لو أنت كانت لسه نتيجة سفر سفر استغلال الكورات السابتة أنه أنت عندك كل اللعبة اللي موجودة في الملعب أنت وصك فيها واللعبة كمان ما خزلتوش في الملعب عشان كده وتأخر في التغييرات وكان محق أنت كنتش ضامن اللعبة اللي تكتب بتبقى نفس الفوائن اللي كانت اللعبة اللي موجودة في الملعب سواء أحمد عبدالقادر ناحية الشمال أو بيرسي تاو اللي ظهر فقط من مشهد ممكن كان يعاب عليه في مشهد ممكن كنت مدي الحل الأخيرة لبيرسي تاو في الكورة اللي كان ملذي من ناحية مين وكانت نتيجة سفر سفر وكانت لسة في بداية الشرط التاني الكورات اللي شابها كده مابيجيش كتير في المشاطتي يا كريم إحنا لو الكورة دي المشاهد دي ما بنشافاش كتير في المشاطة أفريقيا فلازم الكورات اللي شابها كده تقدر اللي انت تفنشها بشكل جيد عشان خاطر الفرصة اللي اجي لها كتير تستغلها كرة زي دي كان يقدر ان هو يرجعها لمحمد داني اللي كان يكمل معاه في الهجمة لكن هو اخذ الخيار الاصعب ان هو لعبها بالعرض وكرة طلعت دربة روكنية لازم يكون فيه تركيز في النواحي الهجومية فرصة لما يجي لك يكون عندك نوع من انواع الصبر وبص كويس على العيبة اللي حوليك بحيث انت تستغل مثل هذه الفرص ماشي الترجي مثلا في الفاينال لو انت بتلعب في فرنس او بتلعب في القايرة مش هتخلق كم الفرص دي كلها عشان كده لازم من اقل فرصة لانت تسجلها دا عظيم جدا